أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدر الموافقة الكريمة من خدم الحرامين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بتكريف معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام الجذير بالذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين ولذلك تحرص حكومتنا الرشيدة حفظها الله بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرامين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات عبد العزيز الحلقة الماضية